اللهم صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا كل الثاني وانتو طيبين بحب قوي ان انا انزل الشارع واعد اتفرج على الراجل بتاع الكنافة وبتاع القطيف واجواء رمضان كل يوم الجو النهاردة كان جميل 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 النهاردة يوم الخميس والجو طحفة وحبيت ان انا انزل الصبح كده واتفرج على الناس ومشترياتهم والجو الجميل كده كانت الشمس لسه مطلعتش الجو كان منادي شوية وطبعا بتاع الطيور وكل الثاني وانتو طيبين يوم جميل ويوم حلو جدا يوم خفيفة علينا وعليكم مشيتنا دين اول حاجة كانت دعلينا على الحضانة زي ما انتو شايفين ما كانتش عايدة تروحي الحضانة يعني اول ما بتغيب يومين بتبقى عايدة تغيب الاسبوع كله فقلت لها ما ينفعش لازم تروحي الى الحضانة ودخلتها بقى وركبتها زي ما انتو شايفين مبوزة يعني المشكلة ان هي مبوزة اش معنى ولادك ما بيروحوش الحضانة والمدارس وانا اللي بروح قلت لها علشان المزل تحتك او الحضانة بتاعكم ما بتقفلش في رمضان عملنا النهار ده بقى يعني روتين خفيف جدا جدا وفطرنا كان النهار ده في منتهي الجميل عملنا لغبطيطة كده في الفطار يعني ما كانش ثابت النهار ده ان انا عمل حاجة موحدة هنبدأ يومنا النهار ده بقى بالتنضيف وبالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام لو اول مرة تبعي قناتي اتمنى ان انت تحطي لايك وشير واشتراك ليا علشان يوصلك مني كل جديد والقناة ان شاء الله تكبر بيكم قمت بقى كده قلت تنضيفة كده هول بك شوية بس ايه قلت لمح كده الرخامة ولمح القلاية وابدأ ان انا ايه اشطب شوية حاجات في المطبخ علشان اعمل اكل بدري وحاول ان انا يعني اتفرغ لبعض الحاجات كنت هنزل النهار ده وقلت هنضفه كله مرة واحدة هو المكتبة وبعض الحاجات عندي لكن الوقت بقى ايه الوقت اخدني قلت بقى خلاص مفيش مشاكل هبدأ ان انا بس ادي تلميع كده للمطبخ وويل الارضيات وخاصة بقى يوم الجمعة ده هنزل فيه نيش كله والمكتبة وابدأ ان انا انضفهم علشان خاطر ايه العيد بقى يعني هنتلخم بقى اليومين دول في الكحك والباسود ومشتريات طبعا الاولاد للبس بقى والعديات الحلوة ومشا نبقى فاضين ان احنا ايه نروأ ولا ننظف فقلت اخد بقى بدري كده وقتي بدري ان انا هننظف الاول النيش وارروأ الحاجات اللي هي تاخد مني وقت وبعد كده بقى ايه هنبدأ ان ادخل بقى على الكحك والباسكوت وعمال الكحك والباسكوت والاجواء الجميلة بتاعتنا شطبت كده الحوت كان فيه شوية موعين كده بتاعت السحور شطبتهم وروقتهم وحطتهم في المطبقية انا بصي اكتر حاجة كمان بتدايقني ان انا حطى المطبقية في الحوت عشان المطبخ عندي دايق فكل حاجة عندي محكمة اديتها تلميع لو شايفين ان النيش كله مكركب كده على بعضه يعني رمضان بقى بتجيب الاطباق كلها المغربية وبتداي ان انت تحطيها ففيه شوية تلعبطة في النيش ودي اكتر حاجة كانت بتدايقني ان النيش ما بيكونش مرتب او اي حاجة ما تكونش مرتب خلصنا كده وكانتنا الصبح وخلصنا فقلت لها بدن ما تتكسر لان ما شاء الله التكسرة في رمضان كتير قوي الاطباق والاقواب بتبقى كتير قوي قوي واللي يشيل ويكسر ويحط فقلت لأ هحافظ عليهم وشيلهم علشان ايه ما يكسروش وكمان كنت جايبة حوالي كده اربعة كيلو من اللحمة قلت افراد لهم بقى اه يعني حملت حبة في الكبه فرمتهم وعملت لحمة مفرومة وعملت كمان شريح من اللحمة وكمان كباب حل انا بحجيب اللحمة على بعضها وابدأ بقى ان انا ايه او اللحة على يعني العمال اللي انا بعملها ان انا قطع اللحمة زي ما انا حب وابدأ بقى عمل منها كل حاجة شريح بقى لحمة لحمة مفرومة للكفتة اه كمان كباب حل لو لحمة اني انت هتعمليها بقى في اختار وكده فبقى السماء وحطها في الفليزة واشتريك كمان توم التوم النهاردة العربية كانت معدية الكيلو بخمستاشر جنيه فقلت اجيب كل مرة كده خمسة كيلو وابدأ ان انا اشيلهم واعلقهم فقعدت بقى انا وجرتي كده بعد ما اخدناهم اه راح اتعملهم اللي بقى اللي بتاعي الفلاحين كده انا ما بعرفش ربطهم ويده بقى حط فيهم حبل وايه واعلق لهم مصمور ولادي في اليوم ده ما كانوش موجدين بقى كانوا راحين يجبوا لبس العيد ما كانش فيها اللي انا ومحمد وندين وهم طبعا ما بيحبش الاسماج فجبت كيلو السمك على قدي لان انا نفسها وابد كده اكل سمك بلتي اه يكون طعمه حلو فعملت التومة بقى ورحت ايه الصبح كده كانت حوالي الساعة عشرة قلت اتبله بدري واشيله في التلاج على رشة ملح وكمان هعمل البطاطس اعمل لهم النهاردة بقى اكل شعبي يعني ليهم واناكل السمك اه اشرت البطاطس بالمرة وقلت ايه قطحها ورشيت عليه شوية ملح وحطيتها في مية وقلت تبقى جاهزة يعني علشان مثلا ان انا اه لو هنام شوية بعض العصر واقوم قبل الفطار كده بحوالي الساعة هيبقى كل حاجة تكون جاهزة اهم حاجة ان انت ترتيب وقتك تنظمي وقتك اه ما تقعدش كده تتوهي ان انت تفضلي قاعدة قاعدة وتيجي قبل المغرب بساعتين تقومي دقا تجري انت وولادك من المطبخ للترويق كنيسي وروائي اعملي حاجتك بدري وقومي حاجة بدري نظفي بيتك ويرتبي اكلك جاهز حاجتك تكون يدوبك ان انت على الطهي على طول ان انت مثلا لو هتعملي فراخ هتعملي لحمة تشوي فراخ ان انت تتبيل الفراخ بتاعتك وويتشيليها في التلاجة على وقت ان انت تحطيها على النار قبل المغرب بساعة أو بساعتين في يعني كل حاجة هتبقى معاكي سهلة مش ياخد منك وقت كتير ناس كتيرة قوي بتضيق منها بتيجي بقى تفضل رق درق ده طول النهار وتقعد من هنا على التليفون ومن هنا مش عارفة على ايه وتيجي قبل الفطار بساعة يفضل وبقى يزقروا مع بعض ويجري ومعملناش ده ومعملناش ده طب ليه جاهلي كل حاجة بدري علشان ترتاحي كان قبل المغرب بقى بحوالي ساعة قمت بقى ايه يعني قاليت البيتنجان انا هعمل لمحمد النهار ده بيعشق البيتنجان بالدقة وقاليت كده جنبيهم شوية بطاطس البطاطس مش حالو انا ما بحطش عليها زيت طب يا بيم انتو بحطش عليها زيت ما بحطش عليها ايه حاجة لو هتلاحظوا ان انا كنت هكبع البطاطس بميتها وبسيبها في القلاية حوالي تلت ساعة وبطلحها انا كل عشر دقاية عمتا بطلحها بقلبها وبدخلها القلاية تاني بتبقى جاملة قوي قالينا السمك وعملت الدقة لابدنجان وجهزت السلطة وغسلت الجرجير الجرجير لازم ناكل حضورات في رمضان ناس كتيرة جدا بتبقتي عنها الموضوع ده بس لازم ناكل خضورات في رمضان عشان شعرنا وبشرتنا وكمان جهزت العصير انا بجيب كده عصير المنجا ببدأ حط عليه بقى حبة من التانك اللي هو البودر وتحطي بقى المية بصي يعني انت لو جربتيه بالطريقة دي مش هتنسيها حقيقي بيدي طعم كده خطير 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 اكنه عصير مركز تقدر ان انت تحطيه في الفيلزر تحتفل دي به يده بجبيت له يفك وبعد كده بنشربه على طول جهزنا بقى 3 اكواب انا وندين ومحمد والسمك ده على فكرة بتاعي محدش كال منه نهائي وجهزت بقى البدنجان ونسيت كمان ان انا اطلع البطاطس من القلية ما افتكرتاشا لبعد ما حطيت الفطار يعني انا صورت المقطع كده ونسيت ان انا اطلع البطاطس من القلية وبعد طبعا ما خلصنا الفطار عملت لهم الحلو لان عندي ولادي بيعشاؤوا الكنافة بالمنجا ومش هيدا اقول لكم بقى مش ايو كنافة بالمنجا كنافة بالمنجا اللي انا بعملها بعملها بطريقة كده خطيرة بجد لو حابين تشوفوا الطريقة يعني شوفوني كده في على برنامج الكواي من الدلاء الخطوات بتاعتها وبالطريقة بتاعتها هتعجبكم جدا اشوفكم بقى على الف خير اشتركوا في القناة